الفنان الموسيقى عمار خرشد عزف جيتار وممثل ومنتج أسطورة الجيتار أهلا بكم في قناتي أخبار نجوم مع أمي لسه مشتركش اشترك وحط اللايك والكومنت النهاردة هنتكلم عن الليلة الأخيرة في حياة الموسيقى عمار خرشد الفنان الموسيقى عمار خرشد موليد 9 بريل 1945 القاهرة حي عبدين وهو نجلة المصور السينمائي أحمد خرشد حصل عمار خرشد على لسانس أداب كسم فلسفة التحك بالمعهد اليوناني لموسيقى وهو في السبعة عشر من عمره يكون بعدها فرقة موسيقية عملت لمدة عشر أيام في الأقصر ثم الملاه الليلية في القاهرة ثم فرقة ميجا تورز ثم نضم الفرقة لابتيشو كان نقطة تحول عمار خرشد لما رأاه الفنان الكبير عبد الحليم حافز ليطلب منه الانضمام للفرقة الماسية الفنان الموسيقى عمار خرشد أول ما دخل الجيتار للفرقة الشرقية شارك عمر خرشد في فيلم لاية ابنات العزيزة سنة 1971 والعرافة ودموع في ليلة الزفاف والعطفة والجسد من أبرز موسيقى التصويرية الرصاصة لا تزال في جيبي وأين عقلي سمية عمر خرشد بأسطورة الجيتار بعد أكتر من أربعين سنة قبله عزاء عمر خرشد في بيته أو في بيت أسرته في مصر الجديدة ولغز الليلة الأخيرة في عمر عمر خرشد صفة الشريف قال له مش رحمك في يوم كان صفة الشريف قاعد في مكتبه في التلفزيون تفاجئ بالموسيقى عمر خرشد داخل عليه من غير أي تحية ولا سلام وقال له سعاد تاني لا فاهم يا صفات والحكاية بتبدأ بعد موت عبد الحليم حافظ سعاد حسني بقت في حماية عمر خرشد وده بسبب علاقة عمر خرشد القوية اللي وصلت للرئيس السادات شخصيا زي ما عبد الحليم كان بيحمي سعاد حسني من صلاح نصر والمخابرات عمر خرشد بقى مسؤول عنها وعن حمايتها من صفة الشريف وعميله وده لما عرف انه رجع يضغط عليها تاني بالشرائط القديمة راح عمر خرشد وهدده وساعتها صفة تكرر الانتقام منه عن طريق بعد الفنانين والفنانات اللي شغالين لحساب صفة الشريف نشر اشاعة بتقول ان عمر خرشد في علاقة عاطفية مع جهان او نانا بنت الرئيس السادات الصغيرة واللي خلى الاشاعة تنتشر ان السادات اخد عمر خرشد معاه في امريكا ساعة توقيع اتفاقية السلام مش خده بس لأ ده خلاه يعزف في البيت الابيض في الحفلة اللي اتعملت وقتها هناك وكان عمر خرشد الوحيد والفنان الوحيد من الوفد المصري مش بس كده صفة الشريف راح للرئيس للرئيس السادات وحكاله عن الاشاعة وطلب منه انه يسيب له الموضوع وهو يتصرف مع الولد الفاسد زي ما وصفه ساعتها السادات وقال له اتصرف يا صفة بس في حدود القانون عمر خرشد عرف ان فيه مؤامرة عليه وخاف من الانتقامه وحاول يقابل الرئيس السادات ولكن معرفش يوصله ودي كانت المرة الاولى ان عمر خرشد يطلب مقابلة السادات ومعرفش يوصله صفة الشريف كرر يضرب ضربته التانية وزع كمان زيارة عمر خرشد لاسرائيل بشكل سري وبعدها الدول العربية وخصوصا الكويت وكتر طلعوا كرار بمنع دخول عمر خرشد الى اراضيهم اللي بقى مهدد من بعض المنظمات بسبب علاقته باسرائيل وهنا صفة الشريف كرر يضرب الدربة الاخيرة وحطوا تحت المرأبة بشكل كبير وكامل عن طريق فرق اختارها بنفسه وفادل مستني اللحظة المناسبة وفي يوم عمر خرشد كان معزوم في حفلة في حفلة خاصة عملها رجل الاعمال عادل السرافي ومراته نوال على شرفه في الزمالي وكان عمر معه مراته دينا اللبنانية والفنانة مديحة كامل وقبل نهاية الحفلة جاء ليه تليفون من صديق له عشان يكملوا الصهرة في فندق مينة هاوس بالهرم والفعل نزل عمر خرشد ومراته مديحة كامل مديحة كامل رجبة عربيتها ومشيت ورا عمر خرشد ومراته وبعد شوية اتفاجأ عمر خرشد بتلت اشخاص رجبين عربية كبيرة لونها اصفر لكن من غير لوحات معدنية وبيشتموا فيه هو ومراته بيشتموا فيه باسوأ الالفاظ بعدين خبطوا عربيته الجديدة ووقفوا قدامه عشان يستفزوه وعمر فدل يطاردهم بطول شارع الهرم على سرعة 130 كيلو وقدام مطعم خرسته العربية الخضرة كسرت عليها عجلة القيادة اختلت من ايد عمر خرشد خبط بس الخبطة كانت بكوة بكوة شديدة جد لدرجة ان جسمه طار من الازاز وحصلوا دبح في الرقبة وبعدها التلت اشخاص اللي كانوا في العربية الخضرة نزلوا وتأكدوا من موت وفيه ثواني وليلة جدا اختفوا للأبد والشرطة بدأت التحقيق بعد ويشوفوا شهادة بعد الشهود قالوا على اوصاف العربية والشخص اللي كان جواها والاوصاف انطبقت على شاب سعودي عايش في مصر كان بيدرس في كلية الحقوق اسمه احمد فهد عبد الرحمن لما نشروا اوصاف العربية واسم المتهم الشاب السعودي راح وسلم نفسه وقدامي النيابة قال انا كنت معدي في شارع الهرم ورايح على اسكندرية شفت عمر خرشد ومديحة كامل شورت لهم بايدي وبدأ يلاحقني بعربيته بسرعة كبيرة والنيابة سألته طب لما خبطته بالعربية موقفتش ليه قال انا معرفش اساسا انه تخبط انا سبقته لحد ما دخلت طريق اسكندرية ومشي وبعد كده عينت الشرطة العربية وملاقيتش فيها اي خبطة مفيش اي اثار للخبطات وساعتها النيابة كررت اخلاق سبيل الشاب السعودي احمد فهد عبد الرحمية وايدت القضية ضد مجهول والغريب جدا ان صفة الشريف كان اول واحد في العزة يوم 30 يونيو 1981 ودي كانت الليلة الاخيرة في حياة الموسيقار عمر خرشد رحم الله الفنان الكبير وتغمده بكامل الرحمة والمخفرة